كل الناس دلوقتي بيتعاني من مشكلة المصادقة السنائية على الفيسبوك وللأسف مش بتقدر تدخل الى حسابك على الفيسبوك فإحنا في الفيديو ده هنقدر نحل لك المشكلة دية بكل سهولة قل اللي أنا محتاجه منك ان انت تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ربنا يكرمني ويكرمك انت كمان الفترة اللي فاتت دي عزيز المشاهد ناس كتير للأسف مش قادرة تدخل الى صفحاتهم على الفيسبوك بسبب المشكلة اللي بدأت تظهر على الفيسبوك الناس لما بتدخل على صفحتهم وبتبدأ ان هي تسجل دخول بتبدأ تظهر معهم المشكلة دية تمكين المصادقة السنائية وأحيانا كمان عزيزي المشاهد انت بتكون مفعل المصادقة السنائية على الفيسبوك الخاص بك وللأسف برضو الرقم مش بيوصل على تطبيق المصادقة او رقم التليفون بتاعتك فإحنا بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنقدر نحل لك المشكلة دية بكل سهولة كل اللي انا محتاجه منك ان انت تسمع الفيديو ده للنهاية علشان حرفيا هتستفاد في النهاية ويلا بينا يلا بينا زي منتو شايفين كده كان بين البريد الاكتروني وكلمة السر وعايزك تركز في البريد الاكتروني اللي قدامك ده لان ده اللي يزبط ان احنا قدر نحل المشكلة بتاعت النارضة وهي تمكين المصادقة السنائية طبعا كل الناس لما بتسجل بالبريد بتاعها وكلمة السر بتظهر معها المشكلة اللي انتو شايفينها دية وهي الحفاظ على امان حسابك حسابك تمام ولما بنيجي نضغط على كلمة تمكين المصادقة السنائية اللي تحت دي بيقولك لا يمكنك اجراء هذا التغيير حاليا بس عايزك تركز كمان في اسم الحساب ده علشان هنورك الاثبات ان احنا قدرنا نحل المشكلة دية عزيزي المشاهد لما بنضغط على كلمة تمكين المصادقة السنائية بيبدأ تظهر معنا مشكلة لا يمكنك اجراء هذا التغيير حاليا يعني للأسف انت مش هتقدر تدخل الى حسابك طيب انا عايزك لو وصلت من الفيديو لحد الان عايزك تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات بعد اذنك ولو المشكلة دي لسه مستمرة معك اكتب لي برضو في التعليقات وباذن الله ارد عليك في التعليقات تمام؟ بيقولك هنا الخطوات التالية لالغاء كفل حسابك لو ضغطنا على التالي زي ما انتو شايفين كده عزيزي المشاهد طبعا موجود البريد الاكتروني اللي انا ورطولك في بداية الفيديو وده رقم التليفون كمان لو ضغطنا على التالي زي ما انتو شايفين كده بيقولك هنا لو انت عايز تزيل اي بريد اكتروني او اي رقم تليفون موجود عندك عايز تزيله هتقدر تحدده وبعد كده هتضغط على ازالة بس احنا عزيزي المشاهد هنضغط على كلمة عدم ازالة اي شيء تمام؟ وفي خلال السوان بسيطة جدا بنقدر نسترجع الحساب عادي ما فيهش اي مشاكل خالص عزيزي المشاهد هنا بيقولك التفاصيل التسجيل دخول جديد يعني خلاص كده انت هتسجل دخول هنضغط على التالي هنا بيقولك لقد قمت باللغاء كفل حسابك خلاص كده احنا فتحنا الحساب وخلاص ما فيهش اي مشاكل خالص في خلال السواني هنقدر ان احنا نرجع الحساب طبعا لو عملنا اسكرين او هنقدر نعمل ان احنا ناخد لقطة شاشة بس كده علشان هنحتاجها تمام؟ لو ضغطنا على عودة الى حساب الفيسبوك وتحت كده عزيزي المشاهد في خلال سواني هتلاقي ان الحساب فتح وكمان اثبات قاطع كمان ان احنا لو ضغطنا على التلت شهرة اللي في الجنب دية تمام؟ هتلاقي الاسم اللي انا ورده لك في بداية الفيديو زي ما انتوا شايفين ده اسم صاحب الحساب وهو عنده حوالي 1200 متابع تمام؟ زي ما انتوا شايفين او عزيزي المشاهد لو انت عايز ترجع حسابك على الفيسبوك تقدر تتواصل معايا وان شاء الله ارجع لك حسابك في خلال عشر دقايق بالزبط باذن الله تعالى تمام؟ خلال عشر دقايق بالزبط حسابك هيرجع بعون الله وعلى فكرة لو انت لسه المشكلة مستمرة معاك يريد تكتبلي في التعليقات وباذن الله ارد عليك في قصر على وقت تمام؟ يعني اكتبلي تعليق كده ان انت لسه المشكلة لسه مستمرة معاك وشرح لي التفاصيل بالزبط وانا ارد عليك باذن الله وباذن الله تعالى لو انت كملت الفيديو لحد الان يعني بعد اذن حضرتك صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وبعد اذن حضرتك اشترك في القناة وصلى على الحبيب علشان قلبك يطيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته